سعد اليوم جاييني مبارك لك على أنت وأنا يعني من بعد شو محصودين كان الكل متوقع أنه شمعقولي يعمل سعد رمضان أواشي التحضير لهيدا العمل قداش أخد منك وقداش كان عندك مسئولية أنه أنت بدك تنزل العمل لازم يمكن يغطي شوي على شو محصودين يعني أنت وأنا النجاحة عم بقول لهم دايما أنا أنه نجاحة مبسوط فيه أكتر من نجاح شو محصودين لأنه لما ينجح الإنسان حلو وكل إنسان أنا بالنسبة لي عنده فرصة أنه ينجح بالحياة بس اللي أصعب من النجاح هو الاستمرارية بعد شو محصودين صدقيني وصلت لمرحلة تقريبا تقريبا رح يكره لشو محصودين قدما قدما العالم شو محصودين شو محصودين شو محصودين صار عندي مثل خوف شو بدي أعمل من بعد شو محصودين اشتغلنا على غنية أنت وأنا وأكتر غنية بمسيرة الفنية أخدت وقت لتحضير أخدت تقريبا شي 9 تشهر يعني أنا من شو محصودين لليوم لأنت وأنا في بيناتهم 9 تشهر تقريبا غيرنا اللحن مرة واثنان وثلاثة غيرنا الكلام مرة واثنان وثلاثة غيرنا التوزيع مرة واثنان وثلاثة كان فيه عننا أكتر من شكل بالتوزيع وهيدا الشي لأنه لأنه بدنا نعمل شي عن جد يكمل نجاح شو محصودين وعن جد يكون على مستوى شو محصودين الحمد لله يعني الشباب بتاعبون كان علي المولى أو جاد الأطريب أو جيمي حداد أو حتى بالإخراج مع هادي عواضة وروتانا ووسام المولى يعني كل هيدا الأكيب كان عم يشتغل عم يشتغل من قلبنا لحتى نعمل عمل يليق بنجاح الأغنية اللي قبلها الحمد لله بالأرقام إذا كتحكي بالأرقام أنت وأنا عم بتجيب أرقام أكتر من شو محصودين حتى يعني أنت وأنا وصلت تريندينج وان شو محصودين وصلت تريندينج تو ماكسموم طبعا كان أنت وأنا وصلت تواني وان عالميا رقم واحدة وعشرين عالميا على اليوتيوب كتريندينج ومتل ما قلتي يعني بجمعة تقريبا أو ثمانة أيام علي خمسة مليون الحمد لله يا رب النجاح بجنن بس بيصير عندك كل مرة مسئولية أكبر وأكبر يعني خبرنا قديش كان عندك خوف وكم مرة بلاش الموبايل كان يضل بإيدك بس نزلت الغنية تضل عم تطلع أدي عم بتصير شوفي أنا بس لنزل الأغنية أي أغنية بنزلها بتلاقييني خلص بععد بالبيت يعني سباشيلي أنت وأنا مثلا آخر مرة لأنه آخر أغنية عدت بالبيت سكرت الباب ما أستقبل حدا كنت قيله أنه الساعة ستة بدي نزل الأغنية الساعة ستة كانت تنسيق بيني وبين روتانا وبين ويسام المولى مدير أعمالي استرس دايما قبل كل الغنية بقول يا رب أنت قادر على كل شي ويا رب وفقني بالغنية وبعمل شير سباشيلي على الإنستغرام لأنه أنا المستلم على الإنستغرام فبتكل على الله يعني بس استرس مش طبيعي برجع بقلك بصير كل كومنت بكومنته عن بقراه يعني مثلا أول ما نزلت أغنية أنتو أنا فيه يمكن شي ألف كومنت على الإنستغرام كنت كل كومنت بكومنته عن بقراها أمتين بلشت ترتاح بجي بصت لأول مليون؟ بلشت ارتاح من أول يوم لأنه شفت ردد الفعل اليوم الفرست امبريشن هي أهم شي يعني أنا بهمني أنه الغنية لما تسمعيه من أول مرة يا تحبي يا لأ وبيبين اليوم العمل إذا العالم حبته ولا لأ من أول لحظة من أول ما ينزل خصوصي بعصر السوشيل ميديا السوشيل ميديا اليوم هي جواب لك كتير أسئلة فمن أول لحظة نزلت الأغنية كانت العالم عم بتقول غنية حلوة وغني وشي عم بيكتب كومنتات هيك أنه الله شو حلو هالغنية وحمد الله عن جد حلو الغنية وهو القصص فحمد الله يعني حمد الله كانت مبيني من أول لحظة أنه العالم حب الموضوع يعني يا سمح الله لو كانت النتيجة عكس المتوقع وما حصدت الأرقام اللي أنت كتناطر والنجاح كانت ضغير رح تجرب تبلش تحضر لشي جديد أو كنت رح تاخد برايك لفترة شوي طويلة لتنسل العالم يمكن الفشل للعمل وتحضر لشي أول مرة حدا بيسألني هذا السؤال ولا مرة فكرت بالموضوع إجمالا أنا بتأنى حتى لو فشل الموضوع شوفي بمسيرة الفنية بيمرو الإنسان أوقات بنجاح أوقات بفشل أوقات بأغني يمكن تضرب أكتر من غيرها بس أنا حدا لو ما أخدت نجاح كتير كبير أو فشلة الأغنية بتأنى يعني مش لأنه فشلة بصير بدي استعجل لأنه بالاستعجل يمكن ترجع تفشل الغنية لبعدها فلا بتأنى دايما بتأنى ودايما هيك بروق وبعد للعشرة وبشوف شو بدي يعمل من بعد كم يوم نحن وعم مطلع على الإنستغرام مفاجأنا هيك فيديو كتير مهضوم الفنس طبع الفنان نصيف زيتون عم بيتداولوا حضرتك عم بتغني أهواك وشبنا كمان نصيف كمان عم بيغني أهواك أواشي هيدا الفيديو مركب أو أنتوا كنتوا مجتمعين سوا عم بتغنيوا نفس الأغنية هلا صدقا صدقا أنا ما شفتوا للفيديو بعض يعني هلا عم تخبريني عنه بس بس أكيد مركب لأنه نحن ما لتقينا أنا ونصيف وغنينا أهواك ما مذكر يعني أنه لتقينا وغنينا بس أكيد مركب أكيد مركب معقول تكون هيدا رغبة من الفنس معقولها تكون رغبة من الفنس أنه يكون في عمل مشترك قريبا بينك وبالنصيف لأن أتنيناتكن يعني الأعمار متقربة وأتنيتكن وأصواتكن حلوة ممكن ما بعرف بديك تسألي الفنس طبع نصيف أو الفنس طبعي بس أنه أنه أكيد بنبسط بالفكرة يعني إذا وجدت أكيد لاش لا يعني إذا كان في عمل هيك بحسه إضافي لألي ولنصيف لاش لا أكيد لاش لا وأنا شخصيا بحبه كتير أصلا لنصيف وهو يمكن من مش يمكن هو أول شخص من الفنانين دقلي وتطمن على صحة وقت آخر أزمة اللي مرأت فيها اشتركوا في القناة